في تصريح خاص لمركز الأخبار هنأ سعدت الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية المرأة البحرينية بيومها الوطني مؤكدا الدعم والرعاية التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة مشيدا في الوقت ذاته بإسهامات صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة من خلال ترأسها للمجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة البحرينية وتلبية احتياجاتها والنهوض بتطلعاتها على جميع الأصعدة والميادين الاحتفال بيوم المرأة البحرينية هذا العام لفتة مهمة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإنجازات البارزة التي تحققت للمرأة البحرينية خلال السنوات الماضية على الصعيد المحلي والعالمي تأكيدا على ما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام بشؤون المرأة البحرينية كشريك أساسي ومهم لنجاح المسيرة التنموية وتحقيقا للمبادئ الواردة في الدستور والميثاق والنهج الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آر خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومنذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بأمر سامن من جلالة الملك المفدة في عام 2001 وتولي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آر خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئاسة هذا المجلس تمكنت مملكة البحرين من ترسيخ حضورها عالميا كدولة رائدة في إنجازاتها النوعية ومبادراتها الحيوية التي تستهدف النهوض بالمرأة وتلبية احتياجاتها وتمكينها وتقدمها في مختلف المجالات والميادين التزاما بالمواثيق والقوانين والعهود الدولية لقد حقق المجلس الأعلى للمرأة العديد من الإنجازات المهمة ويأتي في مقدمتها العمل على تحقيق مبدأ تكافئ الفرص لتحقيق التوازن المنشود بين المرأة والرجل في حمل المسؤوليات الوطنية وإنجاز الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آر خليفة العالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة من جانب آخر بينا سعادة وزير الخارجية حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على رعاية شؤون المرأة البحرينية وتوفير الإمكانيات كافة من أجل تقدمها وتطورها فضلا عن مساعي الحكومة الجادة في إدماج المرأة وتثمين إسهاماتها من خلال العديد من المناصب والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية تأكيدا من الحكومة الموقرة على اهتمامها وحرصها على رعاية شؤون المرأة البحرينية وتقدمها وتطورها تم تضمين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ضمن برنامج العمل الحكومي لتوافق برامجها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية وأيضا توافقها كذلك مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية لعام 2030 الأمر الذي سوف يمكن من تحقيق الأهداف السامية التي تسعى إليها الدولة لإدماج المرأة في المسيرة التنموية وتعزيز إسهاماتها وتأكيد دورها الوطني الفاعل في ناهضة المملكة وتطورها لقد حضيت المرأة البحرينية بمكان مهم ودور بارز في العمل الدبلوماسي منذ إنشاء وزارة الخارجية عام 1971 ونتيجة لما أولت وزارة الخارجية من اهتمام بالمرأة البحرينية فقد ارتفعت نسبة المرأة من القوى العاملة في الوزارة إلى حوالي 32% وتبوأت أعلى المراكز الدبلوماسية في ديوان الوزارة وبرهنت على كفاءتها وجدارتها للنهوض بأعباء ومسؤوليات العمل الدبلوماسي اللي له القصوصية حقيقة كما تبوأت مناصب علية في العديد من المنظمات الأقليمية والدولية بما في ذلك رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأست المرأة الدبلوماسية بعثات عديدة لمملكة البحرين في الخارج وأثبتت قدرة كبيرة على أداء المسؤوليات الموكلة إليها وتمكنت من تجاوز مرحلة حقيقة تمكين في العمل الدبلوماسي حتى أصبح لها دور فاعل في السياسة الخارجية لمملكة البحرين وسوف تستمر الوزارة بمشيئة الله وبتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله في مواصلة القيام بدورها الفاعل في تمكين المرأة البحرينية وتهيئة كل الظروف والإمكانات التي تحقق مشاركتها البناء في العمل الدبلوماسي وحضورها الدولي في مختلف المواقع والمناصب ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أعبر عن بالغ الاعتزاز والفخر بأداء الدبلوماسيات البحرينيات وما يقمنا به من جهد كبير في أداء المسؤوليات المناطة بالعاملين في السلك الدبلوماسي متمنيا لهن دوام التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر